السلام عليكم معكم علي أهلا وسلم بكم بالدرس جديد إذا كنت لمرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لك الفيديو ليصلك كل جديد البعض يتابع القناة لا تنسى زر الاشتراك اضغط على زر سبسكرايب وفعل الجرس ليصلك كل يوم فيديو جديد بإذن الله تكلم في هذا الفيديو عن سر من أسرار اللغة الإنجليزية لماذا اللغة الإنجليزية تعد لغة سهلة وفي المقابل لماذا اللغة الإنجليزية صعبة تابع معي نيات الفيديو هناك الكثير من المعلومات التي نتحدث بها عن أسرار هذه اللغة عندما عرفت هذه الأمور بالتالي أستطيع أن أتفادى الأخطاء وأعرف كيف أدرس هذه اللغة بشكل صحيح نبدأ لماذا اللغة الإنجليزية سهلة في بداية الفيديو الجزء الثاني نتكلم لماذا اللغة الإنجليزية صعبة ونعطي أمثلة عن كل سر من أسرار هذه اللغة أولا اللغة الإنجليزية تعد لغة سهلة كما نعلم في أي لغة هناك أسماء أفعال صفات وظروف وأحرف جر وهكذا في اللغة الإنجليزية الصفات تستخدم مع المذكر ومع المؤنث نفس الكلمة وأيضا مع الجمع ومع المفرد بالتالي تكون سهلة الاستخدام والحفظ مثلا هي إز كايند هو لطيف لاحظ كلمة كايند لطيف استخدمت لي المذكر لو نقول هي لطيفة إذن كلمة كايند لطيف ولطيفة The door is big إذن الباب كبير The table is big الطاولة كبيرة إذن لطيف لطيفة كبير كبيرة إذن باللغة العربية أجب أن نضيفها مربوطة باللغة الإنجليزية نفس الصفة تأتي مع المذكر ومع المؤنث لذلك تعد لغة سهلة أيضا الصفة نفسها الجمع والمفرد The people are happy The people are happy إذن الناس سعدان The man is happy الرجل سعيد إذن يجب أن نستخدم فعل كون إذن سعيد سعدان The two girls are happy الفتاتان سعيدتان إذن لاحظ happy استخدمناها مع الجمع ومع المفرد أيضا مع المذكر ومع المؤنث لاحظ نفسها happy سعداء سعيد سعيدتان وهكذا أيضا بالنسبة للفعل الفعل نفسه مثلا بالماضي مع كل الضمائر I He She ate We You They مثلا eat يأكل ate أكله بمكاننا نستخدم الفعل بالماضي مع جميع الضمار الضمير بحالة المفرد أو بحالة الجمع أو بحالة المتكلم نفسه I ate أكلته He ate وهكذا باللغة العربية He ate إذن هو أكله She ate هي أكلت لازم نضيف We ate أكلنا نضيف نأ وألف إذن نصر صعب You ate أنت أكلت They ate أكلوا لازم نضيف وهو الجمع وهكذا باللغة الإنجليزية نفس الفعل يأتي مع المفرد ومع الجمع لكن بالمضارع البسيط إذا كان الفعل He, She, It نضيف للفعل S نسميه S المفرد الغاية مثلا عندنا Eat تصبح He, It لكن الفعل بالماضي يأتي مع كل الضمار كما قلنا أيضا إذا أردت أن تعلم اللغة الإنجليزية هناك كثير من المراجع عن طريق الانترنت ممكن فيديوهات أو يكون عندنا مواقع أو يكون عن طريق السينما أو عن طريق الأفلام أو عن طريق الأغاني أو الإلعاب هناك منصات كثيرة لتعلم اللغة الإنجليزية بالتالي المصادر متوفرة في كل مكان لتعلم هذه اللغة بالمقامل تعتبر اللغة الإنجليزية صعبة لماذا صعبة؟ لدينا في اللغة الإنجليزية 16 زمن للتعبير عن الوقت المستخدم منها 12 زمن ممكن 6 أزمنة تغنيني أني أتحدث وأكتب باللغة الإنجليزية إذن 16 زمن بين اللغة العربية عدنا مضارة عدنا أمر وعدنا فعل ماضي إذن 12 زمن باللغة الإنجليزية بالتالي متعلمي هذه اللغة يجدون صعوبة أثناء استخدام الزمن الصحيح في الكتابة وفي التحدث الحب يتعلم الأزمنة يدخل على القناة قامت تشغيل الأزمنة هناك الكثير من الفيديوهات عن جميع الأزمنة في اللغة الإنجليزية شرح مفصل وبسيط بالتالي تستخدم هذه الأزمنة بشكل صحيح في اللغة الإنجليزية من الأمور التي تجعل اللغة الإنجليزية صعبة فريزل فرب يعني العبارات الظرفية كل ما يأتي فعل بعده حرف جر معين يأتي معنى أو يعطي معنى جديد مثل عندنا لك لك بمعنى ينظر إذا وضعنا لك أت ينظر إلى لك فور يبحث عن لك أفتر أفتر يعتني ب لك أب يبحث عن في معجم وهكذا إذا لاحظ كل ما يأتي حرف جر يتغير معنى الفعل هذا بالتالي يجب أن تدرب على العبارات الظرفية في اللغة الإنجليزية الفعل إذا تبعه حرف جر معين يأتي بهذه الصيغة طبعا خلال الممارسة والتدريب تصبح الأمور سهلة أيضا من الأمور التي تجعل اللغة الإنجليزية صعبة الحرف ممكن يلفظ بأكثر من طريقة مثل عندنا حرف الس ممكن يكون س ممكن يكون ش ممكن يكون ك وهكذا طبعا شرحنا بشكل مفصل يحب يرجع موجود بالقناة جميع حالات لفظ حرف س مثل عندنا ك بهذا الحال لفظنا ك ترافيك أيضا ك أوشن إذا لاحظ السي الفضنها ش سبيشال أيضا السي ش سيتي السي الفضنها س إذا لاحظ هناك الكثير من الأصوات بالنسبة ل حرف الس أيضا بالنسبة ل س أحيانا أحيانا نلفظها ز أحيانا نلفظها س أحيانا نلفظها إز أيضا ل إي دي نلفظها دي تي إد أيضا في عدنا أحرف صاويتة مثل عدنا نو لا نقول كنو لسن لاحظتي ما يلفظ كلايم البي سايلند إذن هناك الكثير من الحالات الشاذة والقواعد الكثيرة بالنسبة للفظ لكن كما قلنا من خلال الاستمرارية والمتابعة والتدرب يكون الأمر سهل لكن يجب أن نعرف أن هناك حالات كثيرة شاذة مثلا لدينا جي أتش أحيانا يلفظ ف أحيانا يلفظ ق أحيانا لا يلفظ مثل عندنا لايت غوست تاف إذن لاحظ مرة لم نلفظ جي أتش الفضناء ق أيضا ف إذن لا يوجد قاعدة ثابتة بالنسبة للفظ وأيضا التهجية لكن لا تقلق دائما أحاول أحفظ شكل يومي كلمات مفردات جديدة أحفظ جمل جملتين أو ثلاثة شكل يومي أتدرب على كتابة الكلمات وأيضا لفظ الكلمات وأيضا أتدرب على هذه الجمل من خلال أصور نفس فيديو وأقول هذه الجملة وأكررها بالتالي يمرن أذني ولساني على التحدث ولا أخجل دائما من التحدث أمام الآخرين أثناء الحديث لا تركز على الأخطاء وأنت تتحدث صر تفكر أنا أخطأت ولا أصبت دائما أحاول أتكلم الهدف من أي لغة كما نعلم هو إرسال رسالة معينة أو إيصال رسالة معينة إن المقابلي يستطيع أن يفهم ما أريد منه أيضا تعلم الكلمات والمفردات التي تستخدمها في عملك في حياتك اليومية إذن دائما أبدأ بالأشياء التي أستخدمها ممكن شخص أسأل ما هي أهم كلمات؟ أهم كلمات هي الكلمات التي تستخدمها في العمل أو في حياتك اليومية أيضا تعتبر صعبة اللغة الإنجليزية عند السماء لماذا؟ لأن دائما متكلمين اللغة الإنجليزية يستخدمون اختصارات باللغة الإنجليزية مثلا لا يقول I am يستخدم I'm أيضا I have إذن يقول I've I will يستخدمون I'll وهكذا من الاختصارات إذن من الأمور التي تجعل اللغة الإنجليزية صعبة استخدامهم للاختصارات باللغة الإنجليزية عند الحديث بالتالي تلك الشخص عندما يسمى لهذه اللغة يجد فيها الصعوبة لماذا؟ بسبب هذه الإختصارات إذن لا تقلق دائما من خلال تدريب والمتابعة والاستمرارية بتكون اللغة الإنجليزية سهلة لكن يجب أن تدرب على أربع مهارات How to write كيف تكتب How to listen كيف تسمع How to read كيف تقرأ How to speak كيف تتكلم إذن يجب أن تعلم الأربع مهارات هذه وتدرب عليها بتكون الأمور سهلة أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باركاته ترجمة نانسي قنقر